السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ضربة جديدة لخصوم المملكة المغربية بعد فتح دولة أخرى قنصلية لها بالصحراء وحفيظ دراجي يهدد الناشطة السورية ميسون بلقدار أفادت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغارب المقيمين بالخارج بأن جمهورية شاد أبلغت اليوم الأربعاء عبر مذكرة شفوية السلطات المغربية بقرارها فتح قنصلية عاملها قريبا بالداخل بالصحراء المغربية وأوضحت الوزارة في بلغ لها أنه بحسب السلطات شادية فإن هذا القرار يندرج في إطار العلاقات الأخوية بين صاحب الجلال محمد السادس نصره الله وفخامت السيد محمد إدريس ديبي إتنو رئيس جمهورية شاد وأضاف نفس المصدر أن قرار هذا البلد الإفريقي الشقيق يؤكد ويعكس جودة العلاقات التنائية من خلال دعمه لسيادة المملكة على صحرائها ولوحدتها الترابية والوطنية الدراجي يهدد الناشطة السورية ميسون برقدار هدد المعلق الريادي الجزائري في قنوات بين سبور حفيظ دراجي الناشطة السورية ميسون برقدار بعد المكالمة الهاتفية المسجلة التي دارت بينهم والتي كشفت أكاذيبه حول الاعتدار الأخير من السوريين ومحاربته للمغرب وكشفت الناشطة السورية عن رسائل تلقتها من الدراجي على تطبيق المراسلة واتساب وجاء في رسالة حفيظ دراجي ما شاء الله ملاك ومحترمة ومعذرة وطيبة وفاعلة خير وكأنك في موقع قوة أو كأنني طلبت منك شيئا موعدي معك في المحكمة قريبا وعندها نتحدث كما أن الدراجي قد هدد برقدار بطردها من أوروبا قائلا والله أطردك من أوروبا وكان الدراجي قد وقع في فخ الناشطة السورية ميسون برقدار المعروفة بمقالبها التي تجريها مع الشخصيات الشهيرة حيث تواصلت مع مطبر الكابرانات منتحدة شخصية مغظفة في القصر الجمهوري السوري وفضحت نواياه الحقيقية اشتركوا في القناة